طيب أنا بقى متى يجب علي طاعة والدي ومتى يجب علي عصيانهم؟ نعم طاعة الوالدين مع طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بشرك فطاعتهم واجبة أما إذا كان الوالدين بيأمروا بمعصية أو بشرك ولكن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا مش متذكرة النص بالتحديد ولكن كان هناك ابن بيشتكل الرسول من أمه أن هي كانت فزة وغليزة وحاجات كتير أو الأب اللي كان بيشتكل يعني أن ابنه وكان بيعصيه فقاله إذا فقد عققت ولدك قبل أن يعقق فأنا عايزة برضو أعرف متى يجب علي أن أنا أخالفهم هو أكيد في الشرك معروف أننا لازم نخالفهم ولكن في غير الشرك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رحم الله أبا أعانى ولده على بر القضية يا أحباب أن الوالدين بيظن أن ليتجب طاعة الأبناء طاعة عمياء ولكن أنا قدمت إيه لابني أنا عشان خطر أبر بابني أن ابني يكون بر بي أن أنا أختار زوجها صالحة أم ليه تكون صالحة ابني تربع المنهج الصحيح على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الوطن وعلى حب الآخرين هو ده المطلوب وعلى حب الجميع لكي أغرس في قلبه محبة الخلق هو ده المطلوب لذلك ربنا سبحانه وتعالى أن يقوم على تربيتهم وأن يحسن تربيتهم طبعا كما أمر الرسول والله سبحانه وتعالى يقوم على تربتهما أولا باختيار الأم نعم يختار زوجها صالحة أول أمر خالص ثانيا بعد ذلك بعدما يدعو الله عز وجل أن يرزقها بالزررية الصالحة ثم بعد ذلك حينما يرزقه الله عز وجل بالزررية الصالحة أن يختار لهما أطيب الأسماء يسمي ابن أفضل أسماء حينما يسبب له شيء عؤدة نفسية أو أمر غير مرغوب فيه فيحبب إليه الحياة وطاعة الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ربكم أعلم بما في نفوسكم بعد هذه الآيات ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين الكلام لمين؟ للأبناء للأبناء ربكم ربنا عالم اللي في قلبك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ما قد يكون فيه ابن عاوز يحاول يبر أبوه يبر أمه بس أبوه ما بيعنوش على ذلك قد يكون أبوه بيذع عليه قد يكون أبوه بيظلمه قد يكون أبوه بيكذب عليه قد يكون أبوه بيطعمه من مكسب غير حلال وغير ذلك فدي أمور تتنافى مع ما أمر الله عز وجل به يعني في الحالات لحضرتك ذكرتها يجوز لي أن أنا أخلفهما ولا أطيعهما ما لم يكن إثما ما لم يكن إثما إذا رأيت أن والدي بيرتكي بإثما أنهاب المعروف أنهاب المعروف بالقول الطيب